أعرفي أمي، لازم أنت وقبي تجعوا لبعض خلاص وليه؟ متفقين عليّ أنت و أبوكي مهي؟ نا والله مو هيكا بس يعني بركي صار نصيبه أجا خطبني بسام هيك بده يشوفكن اي والله حالكم بيخجل ليش بيخجل؟ شون إحنا أول عالم نتطلق؟ مو موقفة القصة عالطلق أمي مو موقفة عالطلق شو بده يقول عليكن؟ اتنين متطلقين وقعدين بنفس الغرفة خليكي بشوكلي قبلها العلاك الفاضي، انتي ما دخلك بعدين ويني؟ بتقليله لهذا أبو الموتور تبعي سكاير رايدك وللبيت بديو يسافر معنا ع السويدها أما أني أتركك أنت وياهون ويتمقطع فيكي متل ما كان أبوكي يتمقطع فيني؟ بعيدة عن سنانه هاي إليله أمي هلأ أنت فكرة أنه أنتي وأبي كنتوا تحبوا بعض؟ شو قصدك ولين الصنصيسة؟ قصدي أنه ما كنتوا تحبوا بعض لأنه اللي بيحبوا بعض ما بيفترقوا متلكون لك أخ منك انتي قديشك حوبة مفكرتيلي الدنيا كلها مسلسل تركي لك كل شيء له عمر حتى هذا الحب والغرام والعشق تبعكن شوي بيخلصوا وخصوصي إذا كان الزلمة لسانه وإيده طوال ساعتها المحبة منشروشها بتنقطع وما بضللها أتار لك اسأليني أنا أمي القمسين سنة موسيقى 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 فضل استاذ فضل السلام عليكم ولك افتحي يا بنت الحلال افتحي الزلم انه يحاكيك كلمتين من والله ويبشي افتحي اول ما دخلنا على هالبلد قدمنا وراءنا وقلنا بركي الله بيفتحها بوجهنا من حوالي شهر هيئة لاجئين دقونا وقالوا ان السفارة الالمانية قبلتنا وقالوا ان السفر بعد شهر بس بدهم الولاد يروح جيب صم السفارة تفضل يشوفي اقريها يا بنت الحلال حتى تتأكدي انه الزلمي سادق يعني يعني يشوفي داك يشوفي داك يشوفي داك يشوفي داك